اسمح لي أن أرحب بنجوم ويتي المواطن المصري المواطن العربي بيجي لك غالباً عنده مجموعة من المشاكل بيتعمل لها بلان وخطة وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليها دي ميزة أن يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد إيه الصعوبات اللي وجهتك في طول طماطش السامين أغلى وأعلى رأس ما اللي يبقى عندك هو الناس هو الدكاترة ده علم يقولوا دايماً علينا في كل حتة في العالم ما إحنا برعين جداً في العمل الفردي لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل لا أهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية الوظيفة والشكل عمل فردي لا أنت فاشل الابتسامة دي تنفع لفلان ما تنفعش العلان ما ينفعش كله بقى نفس الشكل كله بقى نفس الرصة وده غلط حضرت كويس يا باشا هتجمع ما حضرتش كنتم معا ولا نغلطان إحنا المستحيل هنرفض نحضر الأسنان من غير ما نوصل للدزاين إحنا عاوزينه إحنا اللي بنقرر والحشوات بابدو نفسها مش معمولة من المتابعة الواحدة ترتيب الشغل المبينة دي أهم حاجة في زراعة الأسنان الفريق ده هالمتخيل إنه هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط كل حالة بتجيلنا هي أهم حالة عندنا فبالتالي لازم تطلع أحسن حالة لازم للدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جداً خصائص كل مادة نتكلم معه 80% من الكشف حصل ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جداً إنه يرسي إنه طب الأسنان في مصر ينافس بقوة في الشرق الأوسط ده ربما يتحدى ويصل إلى ريئة هو الفكرة أن أنت تلاقي منتخب زي ده الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة مدرب معتمد بالجامعية الدولية للتصوير الرقمي بيرلين عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك لازم أروح طبعاً عشان أحتمي بيها أنا وكذا طول لو ما حسي بقى لا ما أروح له على طول لا باستنى لما يبقى فيه وجه شديد يعني أكيد لازم نروح للدكتور شنعب باكاة أكل عارب عامل أي حاجة نا مش روح للدكتور نا عشان ما تحصلش لمده أعفات بعد كده لا أنا بروح للدكتور الأسنان عادي لا الأسنان لازم نروح للدكتور على طول لا أخذ مساكنات الأولى اللي وأخسله لو كده لو نفع يعني وتعالج ماشي لو ما تعالجش أروح للدكتور عشان ما أحصرش وما يقايزيش دروس جمع لا دروس وجهنا كده أخلاق يعني أروح للدكتور أي حاجة يعني السنان بالذات من الحاجات اللي ما ينفعش فيها غير ناقى أروح للدكتور يعني ممكن نخسلها ممكن ناخد مساكن ممكن أي علاج دي آخر حاجة بعد كده ما نفكر فارحنا نروح لدكتور لما نتعب خالص والله لو أخد مساكن هاخد مساكن حاجة موقتة بس لكن أساسي إنها لازم يروح للدكتور يا فعلا بيعمل مشكلة بس دكتورة الأسنان دايما وقتهم طويل قوي ودي حاجة بتأثر على واحد لما بيروح عندهم فعلا يعني ما بيروحوش على طول يعني بيستنوا شوية بقى لحد ما القلم يوجههم قوي و أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان خلي بالكوا إن وليم بروفت قال في كتابه طب تقويم الأسنان المعاصر قال مضمون مهم جدا إن المظهر له تأثير على الانطباع ويتكلم على فكرة المدرسين والمدرسات الفكرة الانطباع بتاع التدريس إن المدرس والمدرسة لما بيدخلوا ويشوفوا أسنان جيدة في عند امتحانهم ليه تلمزتهم بيدلهم درجات أفضل ده مهم جدا برضو السينما انطباعات الناس بتخلقها الأسنان فيه أكتر من شخصية يعني مثلا الناس بتوع والد ديزني لما بيعملوا عندهم دول ملوك الكاركتر يعني دول اللي عملوا التغييرات المهمة جدا في شكل أي حد لما تشوفوا مثلا توم هانكس في أفلام اللي عملها في والد ديزني بيغيروا شكله لما تشوف مثلا جوني ديب في أفلام اللي شبه والد ديزني كانوا عملوا مع والد ديزني بيغيروا شكله بيغيروا الكاركتر بتاعه فلما بيعونوا الساحرة الشريرة لهم كاراكتر لازم يدوها انطباعات معظمها في الاسنان اسنان مدببة فيها فرغاء سودة او مسفرة الانسان الغبي يعني لما ديك تشوفه في فيلم رائع جدا اسمه كان بتاع جوني ديب كان بيشتغل لو بيقوم فيه بدور حلاء وفيلم رائع جدا الراجل اللي بيمثل دور الفاسد او الراجل الفاسد او الزابة الفاسد في الفيلم ده كانت سنانه هي الكاميرا معظم الوقت جاية على سنان جشع الفرقات البروزات الاسفرار الشكل الغريب تعبر عن الجشع احنا في مصر انا بنعمل ده يعني جنة الشياطين فيلم الرائع اللي عمله الاستاذ محمود حمد عبقري السينما المصري الراجل عشان يعمل دور واحد متشرد عمل حاجة فضيعة طبعا في الطب خلع اسنانه شلها طبعا دلوقتي ما بيعملوش الخلع ده يعني يعني لكن بيسودوا المكان على اساسي باني انه مفيش سند في سواد ده اسمه انطبعا ولذلك الاسنان نوصل لنتيجة هي المعبر الاساسي عن الشخصية المعبر الاساسي عن الاحساس هنفهم الكلام ده واكتر من النهار ده في حوار مثير للغاية مع ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز وطبعا يعني عشرة العمر دكتور نيردين مصطفى اهلا بيك دكتور حديد يا طب اخبرك ايه وانا عالبك وانا عالبك وانت طيب بتحب السينما انت وبتحب الحاجة طبعا اه وليك انت يعني جانب فني مهم طبعا جدا اقوله 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 انت بتكتب شعر انت محترف اساسي وعملت اغنياتي ايه وايا ايه بس عملت اغنياتي اه في حاجات موجودة في الدولة ك díaو في السوق الاغيال اه المحمد موحي وجنات اه يعني جانجين مو الفن كله منفط فبعضه اه 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 ده لأ ده انا بكلم ا trata الاخيميات اه بل اقولك مو الفن كله منفط فبعضه سوق بقى اسنان مجد précis اه اgery 제inas فن سوق اه اي موهبة فنية تانية فا الاخر بيعانيك حس الفنان اه الواسط الفني كله بيعمل السنا Saturn معظم عظم عهم لو عمل السينانه غلط ممكن يعمل ت theriot يعني يحصلوا كارثة في التعديلات؟ المتاقل إحنا شوفنا كتير آآ الناس شكلها تغير وناس بقيت ضحكتها مش طبعية كتير موجود في آآ في السينما وفي الإعلام وآآ وفي التلفزيون ناس كتير عملت أسنانها بشكل غلط والناس بتعلق عليهم والناس بتجنة تقول أنا مش عايزة أسناني زي فلانا يعني أكبر دليل على الفشل إن تبقى هي مضرب للمسل في الفشل في فشل شكلها أنا مش عايزة أعمل سناني زي فلانا دي معناه أنها أخطأت في حق نفسها أخطأت في اختيار الدكتوري اللي عمل لها أسنانا أخطأت في قبلها للشكل اللي مش طبيعي لها وصل لها اخترت النعاردة ستايل معين في الحلقات إنها نحكي كيس ليش معنى لأول مرة يمكن في الأسنان نحكي قصص شو معنى؟ آآ علشان دي الأقرب لوصول الناس يعني الكيس دي أو الناس اللي بتسأل هي ناس موجودة على الأرض الواقع عندها مخاول وعندها استفسارات إحنا عايزين نبقى قريبين منهم فاخترنا إن إحنا يبقى حالات أو ناس بتسألنا بحيث نجاوب عليهم لإن دي ناس كلها موجودة على أرض الواقع مش حاجات أسئلة إحنا اللي عايزين نقولها طيب هنبدأ الأول أول سؤال في عادتنا النهاردة بيحكيه بيقول أنا عملت تجميل في سناني لكن سناني شكلها مش طبيعي وأكتر من شخص قالني عملت إيه في سنانك إيه الحل عشان نرجحهم تاني للشكل الطبيعي تمام خلينا نتفق إن إحنا حتى لو عملنا أسناننا بشكل خاطئ فإحنا نقدر نرجع للشكل الطبيعي لازم الأول الناس تفهم إن التجميل أو مجازا هولوود سمايل أو أي اسم بيتقال على عنصر التجميل بتاعنا هو في الآخر هو الحصول على ابتسامة مثالية فت علي أنا ما ينفعش أكون عمل لك أسنانك وعملها لأخوك وعملها لابن عمك وعملها لمجموعة من الناس زي ما بنشوف كده تلاقي العشرين حالة بتخش عنده دكتور يخرجوا نفس الشكل ده مش مظبوط الابتسامة بتتفصل للواحد تمام طيب الابتسامة بتتفصل للواحد أصلا إزاي لازم يكون الدكتور نفسه عارف الشكل الطبيعي للسنة إيه الشكل التشريحي والتعامل مع الضوء لازم يكون فاهم الكلام ده علشان لن ميجي يعمل تجميل تتفاعل وتديني نفس الشكل اللي الأسنان الطبيعية لربنا خلقها لو أنا بعيدت عن المضمون ده أنا عملت تجميل فاشل يعني خلي دايما المضمون الأساسي هو الحصول على ابتسامة مثالية طبيعية تبقى خلفية ليا ما تبقاش هي المتصدرة المشهد دايما لما نبقى بنتكلم مع بعض وإنت بتضحك أبقى بصص في عينك مش سنانك اللي واخد عنها لو سنانك واخد عنها لأي سبب هل فكرة ممكن تكون سنانك طبيعية واخد عنها لأن لونها مثلا أصفر بزيادة عن الكاركتر بتاعك ما هتاخد عيني برضو يعني مش معنى أن كل الأسنان الطبيعية إنها حلوة لأحنا بنتكلم على الأسنان الطبيعية اللي تعلمناها اللي هي بتدينا انطباع زي ما أنت قلت الشكل بيدينا انطباع لما تعمل سيرفي عن أحسن الأشكال وأحسن الانطباعات وصلنا المجموعة من الأشكال هي دي الطبيعية اللي شكلها حلو اللي هي علاقتها ببعض متنسقة علاقتها باللسع متنسقة علاقتها ككل مع بعض مع الابتسامة متنسقة علاقة الابتسامة كلها مع الوش متنسقة ده علم لازم أكون درسه بالإضافة زي ما قلت لك إنك لازم تكون عارف شكل الأسنان الطبيعية شكله إيه عشان كده إحنا جايبين صور بنوري أشكال سنان مش إحنا دي أسنان في الحقيقة يعني دي الأسنان الطبيعية عشان لما نيجي نتنقل إن إحنا هنعمل أسنان لازم نعمل الشكل الطبيعي السؤال التاني فقا السؤال أو قصة مهمة بنت بتقول أنا عايز أعمل تجميل سنان تمام شلتي وصحابي حذروني لا ما تعمليش لإنه في بنات كتير من شلل تانية منافسة عملت سنانها وطلعهم مش حاجة وعدوا طبعا ينموا عليهم ما هو خلينا نتفق على حاجة أي حاجة بتبقى ترندي أو عليها إقبال كبير بيبدأ غير المتخصصين يشتغلوا فيها لإنه خلاص سوق مفتوح ودايما الناس خلينا دايما نتفق إن المتخصص اللي بيستعمل مواد ستاندرد أو مواد معتمدة بيبقالوا يعني تكلفة معينة وإحنا هنا في مصر أو في الوطن العربي ملوك الخصم والحاجات دي أنا دايما عندي رأيي إن الخصم في البدلة في الجزمة مش في صحيتي لإن الخصم إن أنا أبقى دايما بدور على الخصم أو بدور على الأرخص فأنا برخص من صحيتي نفسها وبخصم من صحيتي وبخصم من عمر المنتج اللي أنا أخد فطبعا تدخل في مجال التجميل وفي كل المجالات على فكرة مش مجال التجميل بس في مجال التجميل وفي الزراعة وفي مجال الطب كله أي حاجة بتبقى ترندي بتلاقي ناس غير متخصصة بتخش فيها النتيجة منتجات شكلا ووظيفة خاطئة فالناس توهمت إن العيب في التجميل إنما عمر العيب مش عمر العيب ما كان في التجميل أنا هوريكوا لسور اللي بتورينا التجميل شكله عامل إزاي اللي هيشوف إن التجميل ده مش طبيعي يبقى فعلا التجميل نفسه فيه مشكلة لكن فيه دكاترة كتير في مصر معتمدة وفي الوطن العربي معتمدة بتدينا منتجات للتجميل طبعي دي أسنان طبعي اللي عايزين نقوله إيه زي ما أنت شايف السنة الطبعية في بعض الأسنان بيبقى فيها شفافية الجزء الانسايزل زي ما أنت شايف شفاف حنشوف صورة تانية عشان أنا أهوريكم ده نوع تاني من النوع الشفافية خطبه لك إن الأولاني كان شفاف بطريقة وده شفاف بطريقة تانية بس ستل عندي حاجة اسمها إيه؟ الشفافية لازم نبقى فاهمين إن السنة الطبعية ربنا خلقها لما بتتفاعل مع الضوء تعمل ثلاث حاجات بتمتص جزء وبتعكس جزء وبتعدي جزء الجزء اللي بيعدي ده هو اللي مدينا الشكل الحي للسنة هنشوف شكل هنا بقى دي أسنان معمولة تجميل انت شفت الأسنان الطبعية وده أسنان معمولة تجميل احنا بنحاول نوصل ليه؟ بنحاول نوصل للشكل الطبيعي لربنا خلقه فيها جزء الشفاف متنغمة مع شكل الابتسامة بتاعتنا لونها طبيعي لأن خصت بقى أن أنا روح أعمل الألوان اللي هي الأبيض التبشير وأبيض التلاجة وأبيض الشكلتس ده مش تجميل زي ما أنت شايف دي أسنان معمولة أنا وردك في الأول أسنان مش معمولة دي أسنان معمولة الأسنان فيها التعريج الطبعية ايديال مرصوصة صح هنا لازم يكون الدكتور عارف الواحد وعشرين كريتيريا للتجميل السليم اللي هو الميد لاين خط المنتصف فين علاقة طول السنة العرضها علاقة السنة اللاترال بالسنة السنترال علاقة الأسنان باللسا علاقة لون الأسناء تشيك لست كده أنت عمال تعدي عليها علشان توصل أن أنت عندك أسنان آيديال دي أسنان معمولة يعني دي أسنان تجميل فالعيب مش في التجميل العيب إن أنا أروح للدكتور مش متخصص في التجميل وهم بقوا موجودين يعني الحمد لله الوطن العربي ومصر فيها دكاترة شطرة في التجميل أهم حاجة إيه أنا دايماً أي حد يسألني أختار دكتور التجميل إزاي أختار دكتور التجميل زي ما بختار مهندس الديكور بتاعي أول حاجة بسأل مهندس الديكور إيه بقول له وريني شغلك صح كده؟ مش راح سليمه بيتي بقول له وريني شغلك ولو شغله عجبني بقول له يلا نشتغل إزاي بروح أشتغل عنده دكتور أنا ما شفتولوش حالات وما عندوش حالات والبروفايل بتاعه كله ديفليه مثلا أنت رايح لدكتور أسنان مش رايح لعارض أزياء مثلا لما كون رايح لعارض أزياء أشوف البدلة والجاكت والطبيعة لا أنا رايح لدكتور أسنان يبقى بشوف شغل يبقى أنا رايح أتفرج على شغل دي أسنان معمولة شايف كمية يعني شايف التعريج اللي جوه السنة السنان دي كلها معمولة هند ميد مش معمولة بمكان لأن أنا في التجميل أنا ما بحبش المكان المكان يفيدني جدا سرعة ودقة لما كون بعمل أسنان خلفية لكن عايز أعمل جمال الجمال دايما هند ميد دي حالة كانت عاملة تجميل زي ما أنت شايف اللي فوق ده تجميل ده اللي بيخوف الناس التجميل اللي فوق ده اللي حالة النصف الفؤاني ده كان عامل تجميل دي يمي السنة دي يمي السنة دي ينفع دي تبقى شكل سنان طبعية ده تجميل ده يدأ يعني يدأي اللي عملها وتدأي اللي عاملها إنك يتعاملة تجميل بص الفرق بين اللي فوق واللي تحت هي نفس الحالة ما كان مأساة كبيرة اللي تحت سنان طبعية تفرج على سنان المتيريا النفسها مختلفة المتيريا المختلفة لأن اللي فوق أصلا اللي فوق أصلا الماتيريا الغلط إنها ماتيريا البلاستيكية وهي أسوأ أنواع التجميل في العالم بلاستيكية يأس فرط بتجمع بواي أكل زي ما أنت شايف بتعمل التهابات في الليسة شايف الليسة كلها ملتها بقى وفي خطوط حمرة غريبة كده اللي تحت بقى اتبانت السنة بتاخدها تعملها هندي ميت بتبني طبقة على طبقة على طبقة لأن الأسنان اللي ربنا خلقها هي طبقات هي مش بلوك هي طبقة عليها طبقة عليها طبقة عليها توزيع حاجة اسمها دنتين وإنامل لهم توزيع معين لازم تحافظ عليه عشان يطلع الشكل الطبيعي كل ما قدمناه في طبقة الأسنان في السنوات الماضية كان من أجل الثقافة نحن نريد أن نثقف العالم العربي نثقف العالم العربي في أهمية الاعتناء بأسنان أيضا من ضمن أحدافنا المهمة إن احنا عبرزنا مهارة الطبيب المصري وده هدف للبرامج في كل برانشاته الطبيب المصري ده احنا بندافع عنه بندافع عن قمته بندافع عن مهارته بندافع عن إمكانياته بندافع عن اجتهاته بندافع عن أسماءه صحيح إن احنا ما نقدرش نطلع المية وخمسين ولا مية وسبعين ألف طبيب مصري نتمنى أنهم يطلعوا معنا كلهم فإحنا بنا نطلع أو معبرين عن ثقافة والتعبير عن قوة طب المصري دول أهداف ده الحقيقي يبقى أنه ده يتقبل بشكل جيد جدا في العقلية الحرمية ضيف العزيز صديق العزيز والزميل العزيز وزي من قلت عشرة العمر بسد دكتور نور دين مصطفى نورتنا دكتور نور وشرفته بهذه الزيارة هل كتايمة معنا زيارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر